تحولات المصريين في الخارج اللي هي عامل رئيسي من عوامل العملة الصعبة للأسف الشديد تحولات المصريين في الخارج بتقل ايه الحكاية؟ تعالوا نشوف الخبر مع بعض البنك المركزي المصري تحولات العاملين في الخارج تتراجع 26% التحولات تراجعت على أساس سنوي خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي ايه الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 تحولات المصريين في الخارج لسه بتقل البيان صادر عن البنك المركزي المصري قال انه تحولات المصريين سجلت 17.5 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي وكانت القيمة دي 23.1 مليار دولار في الفترة المشابهة او المقابلة لها من العام المالي السابق الحقيقة ان التراجع بتاع تحولات المصريين في الخارج بيأتي بالتزامن مع هبوط على عدة مراحل تعرض له الجنيه المصري كما تقول وكالة الأناضول في هذا التقرير تعالوا نتعرف مع بعض كده على التسلسل الزمني بتاع تراجع تحولات المصريين في الخارج لانه الحقيقة مؤشر خطير بالنسبة للنظام المصري لو اعتبرنا انه من اهم وابرز العملة او يعني مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري هي تحولات المصريين في الخارج لكن واضح انها بتقل وبتنهار بشكل كبير تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل اكتر نشوف كده اجمال التحولات في 2021 كان كام كان 31.9 مليار دولار اجمال التحولات في 2022 كان 28.3 مليار دولار يعني هبطت التحولات بتاعة المصريين في الخارج بنسبة كبيرة نكمل ونشوف رقم تاني بيقول انه في الفترة من النصف الاول من العام المالي 21.22 كانت تحولات المصريين في الخارج 15.6 مليار دولار نفس الفترة من العام المالي 22.23 تراجعت ل 12 مليار دولار يعني قلت تقريبا حوالي 3.5 مليار دولار الرقم التالت وهو ايضا مهم من يوليو 22 لمارس 23 التسع شهور اللي هو تقليل بنك المركزي اتكلم عنهم هنلاقي انه الفترة دي كانت تحولات المصريين من يوليو 21 لمارس 22 كانت 23.1 من 10 مليار دولار نفس الفترة من يوليو 22 لمارس اللي فات 23 انخفضت ل 17.5 مليار دولار وبالتالي احنا امام ازمة حقيقية مين المسؤول عنها الحقيقة حتى هيقول النظام يا اسامة اكيد النظام بس عايز اقول لك انه في حاجة غريبة شوية النظام الحقيقة مش واقف ساكت يعني احقاقا للحق النظام استهدف العاملين في الخارج او استهدف المصريين في الخارج بعدد كبير من المبادرات اللي بتشجعهم ان هم يزودوا تحولاتهم بالدولار لكن بالرغم من كل ده الارقام بتقل فتعالوا نفتكر مع بعض كده ايه ابرز المبادرات او الافكار او القرارات اللي اتخذها النظام المصري عشان يجيب من جيوب المصريين في الخارج دولارات اكتر نشوف كده اراضي المصريين بالخارج بالدولار استيراد سيارات المصريين بالخارج مبادرة اخرى وحدات المصريين بالخارج بيئة دولار شقق في العالمين والعاصمة الادارية للمصريين بالخارج شقق اسكان للمصريين ومبادرة التمويل العقاري ومشروع نقل جثامين المصريين في الخارج بالإضافة إلى الشركة القبضة اللي هم قالوا هيعملوها عشان يستثمروا أموال المصريين في الخارج عايز أقول لحضرتك أن كل هذه المبادرات لم تحقق النجاح المطلوب اللي النظام كان عايزه بل الأرقام البنك المركزي بيقولها بيقولك أنه في أزم الثقة المصري اللي شغال بره ما بقاش واثق في النظام لا وهو بيقوله هعمل لك أراضي مش عارف إيه بالدولار ولا بيقوله مشروع شواء سكنية هاد جزء وبعد خمس سنين مش عارف عمل إيه ولا العربيات شاركوا فيها نسبة معقولة أو حتى يعني مقبولة نسبة ضعيفة جدا ولا قصة شواء الإسكان ولا التمويل العقاري ولا الشركة القبضة اللي هم قالواها على النظام المصري أن يراجع نفسه شوفوا يا جماعة أنتوا عملتوا إيه عشان تطفشوا المصريين في الخارج وتخلوا الثقة ما بينكم وما بينهم تقريبا شبه منعاتهم